سوف نحضر ألد كيك يأتي رائع بطبقة معلكة سوف نتبعوا منه نهائيا لا تنسوا اللايكاتكم وتشجاعتكم ونضموا الحساب على هذه الحادقة لكي تصلوا بجديد الوصفات التي نشاركها معكم ونبدأوا على بركتي الله نضع قبيصة صغيرة الملح جوج أحباء البيض كيس السكر بنكة الفاني و السلارة خاشن نمزج هذه المكونات مزيان مزيان و نضيف كاس لاروب زيت نباتية و جميع المكونات كيف عودتكم دائما سوف نجعلها لكم مكتوبة أسفل الفيديو سوف نضيف كاس لاروب الحليب بدرجة حرارة المطبخ مع علبة ياغورت طبيعي و المسوس و نضيف الدقيق سوف نحتاج في المجموع جوج الكؤوس نضيف أيضا جوج الخمارات حلوة كل وحدة الوزن 8 جرام 16 جرام مع معلقة كبيرة الخل تقدروا تعودها بعصر الحامض تضيف الخل أو الحامض مباشرة على الخمارات حتى تفاعلوا بسرعة و يعطينا واحد الكيك سوف نفرغ الخالد في المول و ندخلها 180 درجة نار من الأسفل لا نضيفه حتى تتحمر غير تنتفخ و تنشف و تبدأ تأخذ هذا الخفيف قريبا تأخذ 20 دقيقة في الفران ثم نضيف كيس السكر معلقة كبيرة السكر ناعم و معلقة كبيرة الزبدة التي تكون حرارة المطبخ إما البواطة أو زبدة حيوانية و نضيف حبات البيض و نضيف كاس اللوز و نضيف و لذلك نضيف كيس 8 جرام و نضيف الكيس بلاستيكي و نضيف و نخرج كيك من الفران و هي سخونة و نضيف و لذلك و نضيف كيك من الفران توجد الكريمة اللوز لكيك نحاول نوزعها جيدا و نجيب رقائق اللوز او اللوز اي في الوجه و نعود نخلها الفران دائما على 180 درجة بالنسبة لي طيبتها في فرن كهربائي فشعلت النار من الأعلى من الأسفل دفعة واحدة و تتحمر بالنسبة لي كم تطيبها في فرن غازي فدائما تشعلوا غير الأسفل حتى تنتفخ هذه الكيك و تبدأ تأخذ اللون ذهبي من الجنة و تهبطوها و تكمل شوية تحمارها و تخرجوها بالنفس الطريقة عندما تشعلوا الكريمة تشعلوا عليها دائما غير من الأسفل حتى تباليكم بأنه بدأت تأخذ هذا اللون ذهبي من الجوانب و من الأعلى و تهبطوها حتى تكمل تحمارها هذه المرحلة الطيب الكريمة تقريبا تأخذها هي 20 دقيقة يعني المجموع الطيب يأخذ 40 دقيقة ترجمة نانسي قنقر